كيفية تصميم تقرير في قاعدة البيانات اكسز 2016 بندخل على كريت وبعد كده بدخل على مرحلة الريبورتس وبختار منها اوبشن ريبورت ويزارد اهو بختار التابل اللي انا عايز اعمله تقرير سي ان انا هدخل هاختار اللي هو تقرير لجدول الفاكالتس جلنا في حالة التقرير باخد كافة الحقول ده لو انا عايز ااخد كل الحقول تظهر معايا تمام وبعد كده بعمل فينش اهو ظهر معايا التقرير بالشكل الجميل له اهو لو عايز اعدل فيه هنا كليكي مين على تبويب اسم التقرير وهفتح اللي هو ديزاين فيو وعدل يعني مثلا هنا ممكن اكتب الكليات مثلا خلاص اه دي زي ما انت شايف عايز اضيف مثلا لوجو اهو هاخد شعار الجمعة واسحبه هنا اهو تمام واحفظ واعمل استعراض مرة اخرى للتقرير اما اعمل استعراض من هنا اللي هو في ريبرت فيو وفي برينت فيو وممكن اعمل استعراض من هنا اهو اصبح شكل التقرير بهذا الشكل الجميل تمام طيب اهو برضو البرينت بريفيو اللي هو معاينة الطباعة بقى شكله ازاي ما قبل الطباعة عايز اعدل بقى عايز اخلي الورقة بتاعت الطباعة وضع عفقي عايز اخليها بورتريات عايز اعمل تصبيت الهوامش تزبط طبعا الحاجات دي خدناها اكثر تفصيلا في الورد وهنا برضو الدنيا سهلة فيها ما بقاش اي مشكلة تمام خلصت معاينة ما قبل الطباعة واعمل اهو ابرينت حضرات من هنا وكده اطبع التقرير بتاع اللي استخرجته من قاعدة البيان خلاص يلا ننفذ مع بعض كيفية انشاء او تصميم تقرير من خلال قاعدة بيانات اكس هننشئ تقرير هنعدل فيه شوية تعديلات هادي create report wizard وحاخد اللي هو هعمل تقرير تاني لبيانات الطلاب هقول له ناكس تبص هنا في حاجة اسمها سؤال بيسألك بيقول لك do you want to add any grouping levels يعترى حضرتك في التقرير عايز تضيف اي مستويات تجميع يعني حضرتك مثلا اجمع لك على حسب مثلا الكلية وتحتها الطلبة بتوحة او التجدير وتحته الطلبة اللي يجيبين هذا التقدير او الفرقة الدراسية وتحته كل الطلبة في الفرقة الدراسية تعال نجربها بالكليات اهي تمام واروح اقول له ايه اضاف عملت ايه اضاف يعني كده المفروض الديزاين او الشكل او الستايل بتاع التقرير يكتب لي مثلا كلية الحقوق وتحتها كل بيانات طلبة الحقوق فاكرين لما كنا في انشاء العلاقة اه في التيبل بعد ما انشاء العلاقة بيظهر علامة ازاي الجنب اسمه كلية بضغط عليها كده يطلع لي الطلبة بتوحها تحتها اه دي نفس الفكرة جديه تمام في هنا ماشي في هنا نكست هندوس نكست بيقول لي ايه هنا ها you can sort records by up to four fields ان عايزة or the scaling order يعني ايه ان انت ممكن اللي هو ترتيب تصعودي او تنازولي زي مسيادتك عايز تمام اهو اه اه ممكن ايه نقول له اه هو ليه مطلعش مثلا اسمه الطالب ما علم ما علم خلاص سيب بمستوى العسكين summary options summary options دي بتظهر يا جماعة للحقول اللي نوع بيانتها ايه number يعني سيادتك مثلا حاطت حقل اسمه درجة الطالب درجة مش بقول تقدير الطالب درجة هنا مطلع لي ليه student food و تليفون مين يقول لي ليه عشان number اه عشان number تخيل بقى في حقل معاهم اسمه درجة الطالب degree وعايز اطلع بتاع الدرجات اطلع اطلع الدرجات اه اعمل تخصيص اطلع 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 كل ده في التقرير اه كل ده في التقرير بس سيادتك ده بالنسبة ايه للتفاصيل الاكثر التفاصيل الدقيقة اثناء مرحلة انشاء التقرير بعد كده بقول له نكست طبعا هنا عايز اتجاه الورقة orientation البرتريات ولا زي ما انت تحب وبعد كده سيادتك بتقول له نكست بعد كده بيطلب المسمة بقول ايه بيان مسلا ايه مفصل وفينيش بص بقى حلوة التقرير ده بقى فيه بص يكتب لك هنا اسم الكلية وتحتها الطلبة بتوح اسم الكلية وتحتها الطلبة بتوح ده اللي هو مستوى اللي احنا عملناها مستوى التجميع اهو كلية الحجوم وتحتها طلبة زي ما احنا شايف كلية العلوم تحتها تحتها طلبة وكزا ماشي حضرات يلا كده جربوا دوت عشان نبتدي نشوف الدنيا كده واللم النقاط بتحت المنهة فضل دكتور ممكن تحل معنا نموذج الاسئلة اللي قلت لنا عليه ايه ممكن تحل معنا نموذج الاسئلة اللي قلت لنا هو انا هتديكي نموذج محلول على فكرة ماشي هنقصد نحل مع بعض عشان ممكن لو نتناقش في حاجة او كده يعني طيب خلينا على الجروب التاني بس هبعتلكو انا اللينك لو انت شفت صعوبة انا كده كده الايجابات هتلاقيها يعني لو انت طالع الاختيار ايوم انا هو محلولة جماعة بس لو صبر جات تمام هبعتلكو ما عليش يا دكتور انا كنت بذاكر في الاكسل فاليه اسئلة كده بتقول حل المعادلة دي كزا والناتج كزا فانا معرفتش ازاي بتتجاب بالزبط في الاكسل عد الاكسل عد خلاص تمام فهي الفكرة كلها ما فيش معادلات حجيلك الامتحان انت حد جالك ان الامتحان امسكيو ولا اسئلة نظر يعني هتلاقي سؤال يقولك مثلا عند تحديد المدى من بي 2 الى دي 14 يا ترى كم عدد الخلايا المفروض حدودك تكوني فتح الاكسل وتجربي انا مش همنعك ما تفتحيش الاكسل وانت في الامتحان وانت بتراجعي افتح الاكسل هو انا هشم على ظهري ايدي في السؤال لا طبعا فيش حاج اسمها حفظ حضرات انا عندي امتحان اكسل هخليك تفتح الاكسل وانت في الامتحان وانت بتراجع تفتح الاكسل وما هتعرف ازاي انا هتكشف الحجاب تمام فانت لازم يعني لما اقول لك سؤال المدى ما هو عدد الخلايا في المدى من بي اتنين الى اف خمستاشر يبقى تجربها على اكسل وتشوفها خلاص تمام اه كده طيب كده احنا خلصنا مرحلة التقارير وخلصنا كرص قواعد البيانات الكرص اللي انا في وجهة نظري بعتبره كرص شيق وفي وجهة نظر المستصع بالدنيا بيعتبره ده ارخم كرص او ارخم مديون بس انا مش ارخم شخص اخواننا يعني عشان انا اهو ماشي step by step يعني يعني بتكلم بالتفصيل والله يعني ده من باب خبرة 13 سنة في مجال التدريب فعارف اللي بارك في دماغ بيدور ايه وانا تحت عمركم انا اخوكم برضو انا اخوكم ياسف خدري مسؤول موقع جامع الجنوب الوادي مدرب معتمد المجلس الاعلى للجامعات في التحول الرقمي وفي وفي تسويق الالكتروني تمام واساسا من ومقيم تمام انا من بلديتك يا دكتور على فكرة طب مية مية كده مية مية كده هتسجد في الامتحان زي الفل ان شاء الله مش مي واحد واحد يروح يقول لك بلديتو لا فهي كلها ان شاء الله كلنا نجحين هي محتاجة بس ايه بص ايه شفتوا كده لما بتيجي مرحلة في السوشيال ميديا واحد يقول لك والله احنا تعجدت من فيسبوك اخبار سيئة ومش عارف ايه وفجأة كده يحصل لك تجميد كده الدماغ تلاقي نفسك عايز تقرر انعزال عن فيسبوك انت تيجي في لحظة من اللحظات اعمل انعزال على اي جروب هتلاقي اه فيه ناس بتتكلق يعني زي فكرة الامتحانات نفسها لما انت بتمتحن مصطر مثلا ولا بتمتحن مثلا تيجي الفترة الاخيرة قرب الامتحان كلام بقى انا مش فاهم اه كذا ما تقراش ما تحاولش تقرأ اي حاجة ركز في نفسك ركز في نفسك هتلاقي معاك انت ريفيجينات كلها المراجعات كلها بيحصل وما بيحصلش ده انت ممكن يكون في احدك اجابة الامتحان الورق اللي هو فيه اجابة الامتحان وحصل لك شلل فكري شلل فكري جالك من فين من انت شغلت تتابع على جروبات الواصل والله واحد يقول لك يا عم المتحاص انا مش عارف اذكره ازاي مع احترامي للجميع القدرات مختلفة مش بقلب من شأن حد لا انت اهمل اللي عليك بس اهمل عليك الله يعني ايه اللي وصلك انت لمرحلة الدراسات عليا عارف معناك انك مميز انك توصل لمرحلة الدراسات يعني انت الصفوة كده في المجتمع فالموضوع ده يعني حطه حضرتك اللي هو ان فيه يمكن زميل اللي نسألوا حضرتك قبل كده قالوا النسخ اللي احنا شغالين عليها اللي اجيمة واللي احنا مش شغالين على لاب او كمبيوتر او كده الادوات مهمة جدا يعني جدا جدا نسل النسخة دي ويكون معنا لاب او كمبيوتر ايو يا فندم جدا جدا ده ده اللي هي هذا الوحيد اللي فيها شغل العمل يعني الانجليش انت بتسمعي كرصات التويفل ولا الايلتس كرصات ومش عارف ايه والكلام ده وات كرصات بتشوفيها انما دي حاجة يعني ذات طبيعة خاصة يعني التحول الرقمي ده جماعة لا ده انا لازم طب انا هحكي لكم على موقف يعني بسيط جدا من فترة صغيرة كده حد يكلمني بيعمل ملفات الورد بيشتغلها على الموبايل ملفات مهمة جدا وهو في جهة سيادية مهمة فبيكلمني بيقول لي الملف معطوب يعني ايه معطوب يعني بعد ما كتبوا وحصل فيه مشكلة والملف مهم طيب انا ماينفحش انا الروت بتاع الملف ابدأه على اشتغله على كمبيوتر الاول يا جماعة الورد يعني انا مش عارف انا مش مستوعب ازاي واحد يكتب ملف وورد كامل على موبايل انا راجع متخصص انا مش مستوعبها يعني ازاي انا ملف وورد من عشر صفحات بكتبه عن طريق الموبايل والله العظيم دي يعني اسمه انتحار هي الفكرة كلها دايما تتعلم في حاجة اسمها الباكب انت لو خدت كورس الـ OS او الـ IT المفروض انت درست الباكب اي حاجة من شغلك بتعمل شغل الرسالة بتاعك بتعمل شغلك اوه البيانات بتعمل شغل على ايا كان هذا الملف او هذا الشغل لازم تاخد منه باكب يا جماعة الباكب ما تتخضش من الاسم الباكب ان انا باعمل نسخة من شغلي نسخة على فلاشة نسخة على هارد خارجي كده احنا بيجينا حالات والله العظيم واحد يقول ليه الحاجة من الرسالة ايه فيها عام الرسالة مش عارف الهارد مش عارف ضرب الفلاشة حصل عليها ايه لا اتعلم يعني ايه نتعب نعمل تكلفة بس التكلفة دي هتريحنا انا ايه اعمل نسخة من ملف الورد اللي انا كاتب فيه الرسالة اعملها نسخة على جنب ربما الفلاشة توجع مني ربما اللاب توب بيتسيرج ربما اللاب توب بيبوز فلازم يبقى فيها حاجات كده هي من ضمن الحاجات اللي احنا ناخد بالن احنا بكده احطبر خلصت منهج قواعد البيانات كنا بدأنا باول مرحلة واهم مرحلة عندنا هي مرحلة الجداول وكانت مرحلة شيقة وفي نفس الوقت رغم انها متعبة بس ممتعة تمام اتعلمنا زي ان احنا ننشئ جدول بيانات وعرفنا اهم حاجة في جدول البيانات دي ان احنا ازاي اه ننوع بيانات الحقول جلنا الجدول عبارة عن مجموعة من السجلات تمثلها الصفوف والسجلات عبارة عن مجموعة من الحقول تمثلها الاعمدة وبدأنا ندرس خصائص هذه الحقول جلنا في حقول بياناتها رقمية في حقول بياناتها حرفية في حقول بياناتها ديتو طايم تاريخ ووقت كلام دوت كله اللي هي في خصائص الحق في خصائص ايه الحق بدأنا بعد كده نعمل اكثر من جدول وبدأنا نعمل نصمم او ننشئ علاقات بين هذه الجداول وعرفنا انواع العلاقات قلنا انواع العلاقات عندنا سلاسة من انواع العلاقات النوع الاول والاهم والاكثر استخداما هو علاقة وان تو ميني او رأس الى اطراف تمام وقلنا ده دايما هو اللي بنستخدمه في شغلنا زي مثلا هنعمل علاقة بين جدول الكليات والطلبة الكلية لمجموعة الطلبة عضو هيئة التدريس لمجموعة الكرسات اللي بيدرسها الطالب لمجموعة الهوايات كلها امثلة عديدة على علاقة وان تو ميني خدنا نوع ثاني من العلاقات اللي هو علاقة وان تو وان قلنا زي جدول الموظفين وجدول اخر مربوط به اسمه تفاصيل الموظفين كل موظف له سجل في جدول التفاصيل الموظف في اللي هو سجل علاقة بسجل في جدول بيانات الموظفين اللي هو السجل الذي يحتوي على عنوانه وعدد افراد وصرته قلنا دي علاقة وان تو وان وجلنا العلاقة الأخيرة وهي علاقة وهمية مركبة اللي هي مني تو مني أو أطراف إلى أطراف وضربنا مثال